العراق طبعاً الفترات اللي ذكرت لكيها العراق كان يتصدر عدد المهاجرين والمهجرين والنزوح وغيرها لأن تعرف ظروف حرب يعني وبالتالي الدولة ما عندها السيطرة على أنه تكبح أو تغلق أمام المؤمنة خاصةً في 2014 أنه الإنسان يصدر شنو داخل مثلاً الوطن العربي يصدر آسيا أو يصدر العالم لا لا يصدر أولاً يصدر المنطقة العربية يعني من كانوا في 2014 يذكرون سوريا يذكرون العراق يذكرون أفغانستان يذكرون السودان يذكرون اليمن نعم هاي احنا كنا نصدر يعني ثاني ثالث رابع إلى حد تقريباً 17-18 بدأ العراق يتراجع الآن الآن 2024 الآن العراق مو يعني الآن اللي تصدر الدول يعني مثلاً سوريا الأردن الآن تتصدر يعني الآن الآخر حصائية أكثر من نصف الشعب الأردن يريد يهاجر بسبب ظروف المعيشية الصعبة عندك السودان عندك مصر عندك اليمن عندك ليبيا هاي الدول اللي هبوء ارتوتر طبعاً العراق الآن مو من الدول اللي المجتمع بيريد يهاجر نسبة عالي ما قولك ما كو بس أحصائيات هي قسم منها رسمية وقسم منها مغير رسمية يعني ما تتجاوز الـ 25 بالمئة من يسوون استطلاع رأي أو استبيان للشباب أنه تريد غادر بلدك لو ما تريد النسبة ما تتجاوز الـ 25 بالمئة في حين مثلاً تروح إلى الأردن أكثر من النصف تروح إلى سوريا تروح إلى السودان تروح إلى اليمن تروح إلى غيرها لأنه هاي دول غير مستقرة